بس انت بدأت حياة صعبة كلنا يعني كلنا في بداياتنا بتبقى الحياة صعبة علينا ودايما انا بسأل السؤال ده حتى الناس بتقولي انت دايما بتقرر السؤال ده بس السؤال ده ده ما بيبقاش لنا لان احنا حفظينه وعارفينه ولكن ده بيبقى للشباب اللي بيتفرج عليك ايه اللي حصل في بداياتك لغاية لما بقيت واقل جمعة نجم النادي الاهل يا واقل لانه الترند الايجابي هو المهم دلوقتي احنا ما بنبصش على الترند السلب احنا دايما بنبص على ايه الدروس المستفادة من حياة نجم كبير زي واقل جمعة يستفيد منها الشباب يعني طبعا التركيز والاجتهاد نتيجته بتبقى التوفيق ونتيجته ان ربنا بيرزقك ان انت تبقى موفق في كل خطواتك وفي كل قراراتك فده اللي احنا الحمد لله عملناه اسلام التوفيق كمان ممكن يجيلك في المجموعة يبقى جنبي اسلام احسن واحد في مكانه يبقى جنبي بركات احسن واحد في مكانه يبقى جنبي ابو تريك احسن واحد في مكانه ورايا احسن جول في تاريخ مصر يبقى قدامي رأس حربة احسن فده نوع من انواع التوفيق كلنا كنا مكملين لبعض فالبيحصل هنا النجاح انت عارف الكرة لعبة جماعية لازم النتائج يعني عمرها ما تكون مرتبطة بفرد ابدا ولا واحد يكسب فريقه كفرد لازم المجموعة كلها وده اللي احنا عملناه الحمد لله في خلال المجموعة دي ادائك وتركيزك واجتهادك في كل المباريات انت لو تفكر الجيل بتاعنا اسلام واحنا مع بعض فترة طويلة جدا ممكن تمسك كل واحد فينا مثلا تطلع له في خلال السنة مطشين تلاتة بس وحشين هو ده التركيز اللي انا اقصده ان انت بتاخد مشوارك كله بتركيز واحد واجتهاد واحد وخط واحد ما فيهوش اه اه يعني ايه تلعب على سطر وتسيب سطر او تمشي على سطر وتسيب سطر اللي هو تلعب مباراة وتقل مباراة لا كنا ماشيين على نفس الخط برغم ان انت بتفوز وبتكسب بطولات انما ما كانتش النقطة دي بتتغير عندك ابدا الفترة دي يعني النادي الاهلي خد كل حاجة تقريبا تقريبا الفترة من 2003-2004 تقريبا من 2004 تقريبا لغاية 2012-2013 محليا انت مكتسح كل الفرق اللي موجودة مسيطر على كل البطولات المحلية ولحتى الافريقية يعني حصلنا على اكبر عدد من البطولات في الفترة دي البطولة الوحيدة اللي اخسرناها كان بطولة 2007 يعني وخط التمانية على طرق حتى بتخرج مثلا من السمي فاينال بتخرج انما بتبزل اقصى جهد عندك طول الخط ما عندكش تراخي في المباراة ما عندكش دلعة في المباراة لما كان يحصل هزة او خسارة في المباراة كانت الناس بتبقى شايفة ان اللعيبة دي بزلت كل ما في وسعة عمرها انا ما افتكرش مباراة للجيل بتاعنا اسلام ان الجمهور طلع لام على اللعيبة ان انتم مقصرين ان انتم ما انتمش قادرين ان انتم مش عارف ايه الرغبة كانت موجودة الطموح كان موجودة على طول الخط وده اللي احنا بنتمنى ان احنا نشوف الناس اللي جاية بعدنا واللي موجودة حاليا على نفس الخط ده وعلى نفس الطريقة وعلى نفس النهج لان ده اسلوب حياة النادي الاهلي وطريقة اداء النادي الاهلي وطريقة تعامل كل من ينتمي للنادي الاهلي في كل اللعبات وفي كل البطولات